محطتنا الختامية اليوم ممكن هي بتخص الأسرة وكل عائلة يعني كثيرا ما يرفض الأطفال الذهاب إلى المدرسة وخاصة تنبي بداية العام الدراسي مما يتطلب توعية الأهل والمدرسين حول كيفية التعامل معه لتجنب أي آثار سلبية قد تؤثر على سلوك الطفل ومدى تقبله للمدرسة والتحصيل الدراسي الجيد ما هي الطرق التي يجب اتباعها للتغلب على رفض الأولاد الذهاب للمدرسة رح نتعرف علي أكثر مع سيدة فات النظام ومدير محلي في سوريا لكلية جنغستون البريطانية يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا فيكي يعني كثير هالسؤال بينطرح من قبل الأهل وأيضا المدرسين أنه ليش الأطفال بيرفضوا ببداية العام أنه يروحوا على المدرسة هلأ أي المسألة هلأ صارت كمان أكثر شروعا يعني هلأ هي معنا صارت بس الحالة بالكيجيات هلأ هي الموضوع الخوف من العودة للمدرسة هلأ عم ترافق كل المراحل لعمر 16 سنين يعني هي بتجي تقريبا على الـ 2% لـ 4% من الطلاب هلأ هذا الخوف من المدرسة بديفرق كتير بينه وبين التهرب من المدرسة خوف من المدرسة هو عبارة عن نوع من شي عرضي يعني ما هو حالة مرضية أو حالة نفسية شي عرضي بيكون إلى الراجعة في أسباب معينة عم بتخلي هالطفل أنه يخاف يرجع على المدرسة هلأ إذا حكينا على الكيجيات الصغار أن ليش بيخافوا يروحوا على المدرسة عدة أسباب وعددة قصص ونحن نشوفهم تبع بيكا وحالتهم كنا ما بيحبوا الفارق ومهاتهم تماما بيشدوا بأتياب منعبوهم لا ما بدنا نروح كأنه رايحين على شي خطير جدا هلأ الأمور الثانية اللي هي عندنا يا إسما الروهاب الاجتماعي اللي هو عبارة عن انتقاد من المرحلة الإتدائية للإعدادية للثانوية وهلأ كتيران بالفترة هو انتقاد الطلاب من مدرسة لمدرسة يعني هو عم يرجع لمسلا السكن عم يتغير الوظائف الأهل هيكتير بتأثر عن نفسي هيكتير بتأثر لأنك أنت طالب مثلا خصوصي بما أنت قطعت المرحلة الإتدائية صار في نوع من المراهقة ممكن بيتعرفوا على العالم جدا نعم رفقات جديدة وريد بدي أفتح مرة تانية وكمان في عنا الأصدقاء القدمة يصيروا عاملين مثل كل واحد شلة وهيك أصاس فإنه وين جاي انت جديد وهيك فهذا بيلاقي في خوف الرجال للمدرسة طيب يعني هون كيف للأهل يمكن أنه يتعاملوا مع أطفالهم حسب كل شخصية الطفل لحتى يتهيأوا للمدرسة ويدخلوا لأي مكان بلاها الخوف أو الرهاب أو أكتر من حالة هلأ عنا أكتر من قصة يعني هلأ مو بس الأهل اللي يشتغلوا على الطفل يعني حتى الكادر التعليمي يعني هلأ مثلا بالنسبة للأهل أنا مثلا لازم للأم تبلش هي تدخله بجو المدرسة يعني قبل 15 يوم صير يمروا مثلا أدام المدرسة إنو هي مدرسة كذا لأن وتعمل حركات لو مثلا يلا باي مدرسة كذا يلا بكبز نيجي الولد والأم كتير في عنا علاقة تعلق فهنا نحنا الطفل إنو والله بدي إبعد عن أم هي شي كتير خطير يعني إنو بركي منه حتى إنو البعد عن الأم خوف عليها إنو بركي تصر لك شي بركي كذا إنو أنا بحميكي فهي من النوع هاي الأسباب إذا بنرجى مثلا إنو تروح إنتي على الكادر التعليمي تسأليه مثلا بركي الطفل مثلا عم بيعاني كان من معلمته كانت عصبية أو مثلا إلى وضع خاص مثلا عم بيخاف فهي لازم تدرس إنو مثلا بيحطه عند معلمة هادية وصوصة بالكيجيات يعني أنا برسالة كل المعلمات يعني الكيجيات بدهم يتغير البيت بيت حنان لبيت حنان تاني إنو ما بده عصبية وهي هاي الأمور هاي كل مكانت المعلمة أروى كل مكان أفضل والشخصية تترجع عدة قصص وعدة مواضيع نعم يعني كل شخصية إلى علاج المناسب يعني في أطفال يمكن عندهم عند زايد أوقات الأهل بيستمعوا لأطفالهم بيمشوا معهم هلا هون كيف لازم بقى يتبعوا الأهل طرق تساعدهم أكتر لحتى يخففوا هالعند عند أطفالهم وإنو يروحوا على المدرسة بدون أي مشاكل أنا بالنسبة لإنو الأهل يتماشوا ما عند الأطفال لا أبدا يعني هلا مثلا أخدت الطفل عمره بالكجوان أو كجتوه على المدرسة بلش يبكي بلش أنه يشد التياب ويعيط هالأصاص أنا هون بقى إلا للأم أنو أنت رجع شوي لورا خلي المعلمة بطريقتها بأسلوبة هي تسحبه لجوه كلمة إنو يرجع مع أهله على المدرسة هاي من أسوأ الشيء خلاص تركي تركي بكي أنت خليك امرأبتي من بعيد إنو شوفي إنو عم يبكي كزا بعدين هو هالمشاعر الغضب اللي كان طالع عنده لحالة بتهدى بس يشوف رفقاته المعلمة مثلا يلا بلشوا يشتغل كزا فبتبلش تهدى أما الأمي اللي بدك مثل إنو تتشاطر وإبني وكزا كإن حال حيخطف ليا فإنو لا حاول يقدر الإمكان بعدي شوي يعنو روحها عالبيت لأن إذا رجع الولد عالبيت وبلش هو ويلعب بالبيت فقعكت فكري بقى معنات أنت عزاسي له رفضه لريح رجع المدرسة خلاص معنات أنت مظبوط أنا حكي وحضلني بالبيت هذا الطفل الطفل العنيد العنيد باخده أنا أنه شوف أخواتك بعمله مثل نوع مثل مقارنة شوف أخواتك شلون صار وشلون كزا لأنه هو عنده رأيه كتير متيبس فيه هيك فأنا بحاول المقارنة بخفف من عنده بهالأسلوب بعطيه نوع بعمل اتفاق إذا إذا رحت وكزا باخدك مشوار باخدك على المول بنلعب سوا هيك فبهالمقيس بنشتغل على الطفل العنيد يعني مهم ما نستسلم لرأي الطفل لكي ما يقول أنه أنا اللي حققت اللي بدي لا مجرد ما استسلمت خلاص رحت على الدورات طيب تنسحي بإتي باع دورات سيفية إذا طلعنا من عمر الصغير طلعنا يعني بلشنا بالعمر الإعدادي أو حتى بالابتدائي بس مراحل متقدمة تنسحي بإقامة دورات سيفية للطفل لحد دائماً يظل متعود أنه هو عم يطلع برا البيت لجو مدرسة ودراسة وأطفال ورفقات هلا ليكي حقيقة لا أنا ما بحد أنه لأ أنت الجو المدرسة إليك 8 شهر 9 شهر تعليم وعم يأخذ معلومات وهيك لا أنا بخليه بالصيف بعمله شغلات نشاطات يعني مثل رياضة مثل حتى مثل حساب الزهني توعية في دورات كتير مهارات معطية أكثر من شيء تدريسي يعني نحن نحاول قدر الإمكان مثلاً هلأ بمجال التنمية البشرية أنه حاجة تعليم تدريس حاولوا تلقين هذي غيروا شيء اسمه تلقين بلش الولد تشركوه بألعابكم بالمعلومات اللي أنتو عم تاتشوها نشاطات تفاعلية نشاطات تفاعلية لأن أنت كل ما أنت أنه عم علمك كذا خلاص ما ناتا أنا قاعدة بس عم بيستقبل وعم عم بي معلومات لا أنا مثلاً بي مرحلة مثلاً بيكالوريا التاسع إذا في عندهم مواد مثلاً ضعافية ندخل دورة تعليمية أما أنه بصوفه العادية لا خليه يروح ويمبسط ويغير جوه هلأ هون كمان قدش كتير مهم يكون فيه تواصل بين الأهل والمدرسين حتى يمكن الأهل يعطوا فكرة شوي عن طبيعة طفلهم ويمكن الأشي المتعود عليها وشخصيته وبنفس الوقت ممكن كمان يكون فيه ردة فعل من ذا لحتى الأهل يقدروا يتعاملوا مع طفلهم بالبيت كمان ولحتى يكون فيه أكتر نجاح للعملية التعليمية هلأ هاي كتير مهمة هلأ حالياً هلأ كونه هلأ موجود بكل مدرسة في مرشدة اجتماعية هيتلعب دور كتير منيح بنفس الوقت الاشتماعات الدورية اللي عم بصير للأهالي كل فترة وفترة واللي قال أسازة مع الأهالي وكذا مثلاً ابني مثلاً انتواي ابني خجول ابني كذا فهون بتساعدوا بهذا الموضوع بعدين أنا بنصح الأهل قبل ما ضروري قبل أن تبلش المدرسة وأنت تفوتي بهالقصة كلها قبل المدرسة عملي زيارة للكادر التعليمي وهنا بدومه قبل عشر تيام فأنت قبل زيدي شوية اهتمام بتكسبي إليك فأنت بتقليه مثلاً إذا أنا ابني انطوائي أنا مثلاً عندك هالموضوع ابني شوية عنيد كذا فأنت بتحطيه للأنسة بالصورة لأن إذا مثلاً ولد انطوائي قلت لي معلمة هي ما بتعيش وضعه فبتزيد حالته فهو إذا كان هو شوي انطوائي إنو أنت ما عم تشارك مثلاً ما بتقله كلمة عبارة مثلاً ظريفة أو كذا إنو برافا أو هيك فهذا الولد كل ماله برجى للأسوأ فأنا لازم للأهل عادي أو حتى هلأ صار فيه جروبات بيعملوا المعلمات بيعملوا جروبات على الواتس آب إنو كل الأمها شو أخدوا إذا فيه مثلاً بدك تحكي شي خاص ما عصار فيه شي انفتاح لكل الموضيع يعني ما عاد فيه هالإنغلاق وإنتي بتكسبي يعني كل مكان الولد أنت مرتاحة بالمدرسة بيرجع راحة للبيت ما بيرجع الولد بنكد يعني حكينا كمان عن دور المعلمين ومتل ما ذكرت في البداية إنو أحياناً بيكون الطالب يخاف من معلمته وممكن كرهته الصف كرهته المدرسة هلأ هون كيف لازم يتصرفوا الأهل هلأ إنه ينقلوا من المدرسة كلها أو يحكوا مع المعلمة يعني هون دايماً بيصير إنو ما عاد يعرفوا الأهل شو لازم يتصرفوا هلأ هون إذا كانت هي المعلمة مثلاً إلى وضع خاص هلأ فيه كتير طلاب فيه مننا كلياتنا بسنا بنكره مثلاً مادة معينة لأجل المعلمة يا كانت مثلاً أسلوبها غلط أو عصبية زيادة أو إنفعالة أو هلأ الموضوع كلياتها أنا لأ إذا مستقبل ابني هذا يعني وإنه ملعبة فأنا لأ بنقوله من الشعبة إذا هي الأنسة مثلاً هي الأنسة بتحط مثلاً بالشعبة الأولى كل الأصفوف لأ أنا بنقوله على الشعبة الثانية إذا أنا مرتاحة بالمدرسة أما إذا لقيت أنا ما في تعاون بالمدرسة معي لأ أنا بنقوله لأبني لأنه أنا بدي كخلية سمر وبيدي إياي يجيب نتائج عالية فأنا لأ ابنه حكيتي مع المعلمة للمعلمة قد ما غير الطبعة ما بتقدر يعني ما حتغير كل شيء يعني يمكن تخفف لك شوي عصبية يمكن أنه مثلاً تعطي شوية متل بأقول وكلمتين حلوين بس ما حتغير كل أموره للمعلمة كمان في بعض الأمهات وخاصةً أولادهم اللي أول مرة بيتركوهم وبروحوا على المدرسة بيكون في عندهم هنا حساسية كمان وخوف على طفلهم زائد يعني بيكون إنه الأم هي اللي محبة تترك ابنها يروح مو بس الطفل المحبة بيروحهم كمان كيف شو النصائح بتواجهية للأمهات اللي بيصير عندهم هيك حالات؟ يعني هلا هي الأم والطفل في نوم من العلاقة إنه هي بتخافة عليه كتير هو نفس الشي هلا إنه بعد يكون الصغار وسيروا يبكوا ويعايتوا إنه ما بدهم يروحوا هو أول شي خايفين ينفصلوا عن الأهل وبنفس الوقت خايفين إنه أمه واندة تروح كذا هاي القصص أو إذا الأم هي معرفانة تدبر أمورها طب أنت عندك هاي الوقت راحة مو أنت بتحبيه كتير لأبني؟ يعني مثلاً ما إحنا كمرشيدين إشماعية إلا أنت بتحبيه لأبني كتير خليه يعطي هاي الطائل اللي عنده خليه يطلعه خليه يعطي الحركة بيرجع لك بطريقة أكتر بيعطيك معلومات أكتر فأنت بتنبصي يعني هلا مثلاً هون نقدر نلعب على أوتار الأم كما بيقولوا المعلمة هي الشاطرة هون باللعبة يعني هي مثل العبارات أحسن تسابر ويا بطل الأبطال وما بعرفشوا هاي الجمل هاي هاي مين بتنبصيط مو اللي ولد على فكرة الأم أكتر إنه ابني البطل ابني كذا فهي الحركات كلها تترجع إنه بتتنشط الأم وإنه ابني البطل وبسيب قدام الجيران ابني بطل الأبطال فهي كلها تتنشغل عليها بأسلوب كتير ناعم بتصير حتى الأم بتقول لا أخليه يروح ابني عم بيأنجز فنحنا كأمهات منحب إنه ابننا وابننا أكيد كل أهل بشوفوا حالبه أولاد نحنا بنتشكك كتير وجودك معنا اليوم تشكرك عن المعلومات اللي عطيتنا ياها والنصائح نتمنى التفوق لكل الأطفال ودائما نكون فيها التعاون بين المدرسة والأهل لحد تكون أفضل لنا تعالي شكرا كتير لك شكرا 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 شكرا